انا كنت غاوي والنبي انا كنت غاوي مجنون وحاجز مطرحي في كل الهاوي لو مرة فتن المتش تبقى محزنة وكأن نص العمر ضع مني في ثواني ينهى رابية وفريقي كان لو ينهزم معرفش نام واحزن وأضرب للبقى تعظيم سلام هالسلام ايوة مليه وكنت لو صاحبي غمزلي بالنتيجة اضربه واخصمه ولا اندم عليه ايوة مليه ده التعصب ده مصيبة مسيحة اسألني يا بيه هما بيجروا يلعبوا وفلوس كتير وبيكسبوا واحنا نشيل الهم ليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج مع الانشاصي قلنا الحلقة اللي فاتت ان احنا هنتكلم النهاردة عن التعصب الرياضي ولازم علشان نعرف التعصب الرياضي نبدأ الاول نعرف هو يعني ايه التعصب التعصب يا جماعة هو المنصرة بحق وبغير حق يعني المتعصب بينطلق من تعصبه كأنه يضع عصابة على عينيه فيبقى مش شايف غير اللي على هواه مش شايف غير اللي على كيفه سواء كان بالحق او بالباطل مع ان الشخص المتعصب ده لما بيجي يصلي بنسمعه كتيره هو بيقول ايه اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه دعاء جميل جدا لكن بيجي ساعة انتماء الرياضي وتلاقيه مش فرق معاه حق ولا باطل المهم فريقه وخلاص والمصيبة ان الحكاية دي يا جماعة مش مرتبطة بجهل صاحبها او مستوى وعيه ده ساعدتي لاقي استاذ في الجمعة يعني اعلى المستويات العلمية هو وتلاقيه متعصب جدا وساعدتي لاقي واحد تعليمه على قده لكنه مش متعصب ابدا طب النتيجة ايه النتيجة ان التعصب ده نتيجته دايما بتكون كره الاخر بغده الحقد عليه انا معايا النهاردة اربع صور من صور التعصب يعني اربع اشكال من اشكال التعصب تعالوا نشوفهم مع بعض الصورة الاولى هي التعصب الاعلامي هما بقول تعصب اعلامي يبقى سواء كان الاعلام ده مرئي او مقروء او مسموع شوف مثال بسيط لما الصحف العادي جدا يكتب في جاريته منطلقا من انتماؤه المخرج العظيم يتفضل يعرض للصورة رقم واحد موجودة الصورة شوف بتقول ايه اعرف نجمك عماد متعب اصغر لاعب يحصل على لقب هداف الدوري اعرف نجمك عماد متعب هو اصغر لاعب يحصل على لقب هداف الدوري طيب ده كلام جميل تعالوا نشوف الاستاذ اللي نشر ده نشره فين في جريد اليوم السابع بتاريخ كام بتاريخ خمسة مايو 2021 طيب مين اللي في الصورة فوق لو طلع المخرج بالصورة كده هيلاقي اسم الاستاذ الرئيس التحرير اكرم الاصاص طيب جميل نيجي بقى للخبر اللي بعده الخبر رقم اتنين اللي هيطارت لنا دلوقتي على الشاشة وهنشوف فيه كلام تاني ايوة كده تمام على الشاشة على ابو جريشة على ابو جريشة بيقول ايه لجريدة المصر اليوم بيقول في تصريح ليها انا اصغر لاعب يحصل على بطول على لقب هداف الدوري المصري وليس كما يقال عماد متعب طيب الخبر ده اتناشر امت يا جماعة اتناشر اتنين وعشرين واحد الفين وطمنتاشر يعني قبل الخبر بتاع اليوم السابع بحوالي تلت سنين واربع اشهر طيب انا وقفت قدام الخبرين المتناقضين دول وقلت لازم نكون موضوعيين يا جماعة يلا نحسبها مع بعض انا حسبتها الحقيقة لقيت ان ابو جريشة من موليد تسعة وعشرين نوفمبر الف تسعمية تمانية واربعين وحصل على لقب هده في الدوري سنة الف تسعمية ستة ستين سبعة وستين خلينا في سبعة وستين خلينا نكبره كمان سنة يعني كان عمره بو جريشة هيسوي كام هنطرح مع بعض الف تسعمية سبعة وستين نطرح منهم الف تسعمية تمانية واربعين يبقى عمره تسعتاشر ولو خدنا بالنا هو مولود في نوفمبر يعني في آخر السنة هيبقى عمره تمنتاشر كمان مش تسعتاشر طيب وعمد متعب عماد متعب من موليد عشرين فبراير تلاتة وتمانين حصل على هده في الدوري امتى سنة الفين واربع الفين وخمسة خلينا يا عم في الفين واربع يعني عمره متعب كان كام برضو هنطرح الف تسعمية تلاتة وتمانين هنطرحهم من الفين واربعة هيبقى الناتج واحد وعشرين سنة يعني ابو جريشة كان عمره تمنتاشر او حتى تسعتاشر وكان عمره متعب واحد وعشرين يعني فعلا ابو جريشة هو اصغر هدف لبطولة الدوري المصري اما اللي الصحفي كتب اللي كتبه ده وسلب حق ابو جريشة ورح بجرة قلم ادهه لمتعب حاجة من اتنين اما لجه للمعلومة الصحيحة ودي تبقى مصيبة واما لمجاملة لاعب الاهلي وتبقى المصيبة اعظم في كلا الحالتين هنسأل الاستاذ المحترم رئيس التحرير اكرم الاقصاص ونقول له يا استاذ اكرم يرضيك ده ادي بزر التعصب وكراهية نبتت بسبب خبر كاذب في صحفتك واصبح الباطل حق والحق باطل دي كانت الصورة الاولى من صور التعصب اللي صنحها اعلامي صحفي طيب تعالوا نشوف الصورة التانية احنا قلنا معنا اربع صور الصورة التانية من صور التعصب هيكون بطلها ايه بطلها حامل راية مع حكم ايه حامل الراية ده كان زمان بيسموه حامل الراية لاين زمان دلوقتي بيسموه مساعد حكم الصورة دي هنسميها التعصب التحكيمي كلنا فاكرين طبعا اشهر فضيحة في التاريخ الرياضي المصري وكلمة فضيحة يا جماعة المصطلح ده مش من عندي انا لا ده انت تكتب على جوجل كده اكبر فضيحة في التاريخ المصري يجب هدك على طول يعني مش انا صاحب المصطلح للأسف يعني كان نفس اكون انا الفضيحة دي هي ايه هي الغاء هدف حسن شحاتة في الاهلي موسم واحد وتمانين اتنين وتمانين اه شوف حسن شحاتة قصة الغاء الهدف برضو من الجريدة المحترمة اليوم السابع بتقول لك قصة هدف الغاء هدف حسن شحاتة امام الاهلي يهدي الجزيرة اللي هي الاهلي درع الدوري طيب ايه اللي حصل عشان فكر الناس المباراة كانت بين الاهلي والزمالك والاهلي كان في حاجة للفوز للحصول للزمالك كان في حاجة للفوز للحصول على درع الدوري بينما الاهلي كان بيكفيه التعادل قبل النهاية يا جماعة بست دقايق احرز حسن شحاتة هدف صحيح مش مية في المية قول تلت تلاف في المية قول خمستاشر مليون في المية ولا يوجد به ادنى شك وبالفعل الحكم محمد حسام رحمة الله عليه احتسب الحكم وذهب لاعب الزمالك للاحتفال بينما وضع لاعب الاهلي اياديهم على رؤوسهم وعلى قلوبهم حصرة على ضياع البطولة بقى ست دقايق وبقت واحد صفر للزمان فجأة راح الباشا حامل الراية رفع الراية وقال ايه علي ان نعمل هدف ده ما هو محسوب ليه يا عم الحاج في ايه قالك هو كده يا عمنا احنا كلنا شايفين لا الراجل رفع الراية وقال ايه اوفصيد طب اوفصيد على مين يا عم الحاج قالك على حسن شحاتة طب ازاي دي الكرة ملعوبة طولية من نص الملعب لحسن قدام وخدت كل الوقت ده في الهوى وعلى بال ما وصلته كان لسه فيه كمان بعد كده ثلاثة لعيبة من الاهلي مغطيين الوفصيد طب اوفصيد منين وبعدين يا اخي كل الناس شايفاها قالك اه انتو كلكم شايفين وكل الناس شايفين بس انا مش شايف وهحسبها تسلل علي ان نعمل هدف ده ما هو محسوب الراجل بالفعل رفع الراية وحسب التسلل طيب محمد حسام اللي هو المفترض انه حكم الساحة قراره يمشي على الحكم في الوقت ده ومش شرط على حامل الراية ومش شرط انه يرجع له حسبت انت هدف يا كمت المحمد حسام رجعت في كلامك ليه بسأله بعد الماتش قال انا هعمل ايه انا لقيت حامل الراية اللي هو عبد الرؤوف عبد العزيز لسه رفحها وكنت مستنين انه ينزلها فمرضيش ينزلها يعني هو كان متأكد انها تسلل فقلت خلاص بدام هو متأكد يبقى انا كمان احسبها ايه تسلل وحسبها ازاي يا كابتل حسام انت شايفها والرؤية واضحة بالنسبة لك اهو ده اللي حصل وشوف الخبر ده من صحيفة اليوم السابع اللي شفناه الخبر بيقول ايه قصة هدف هدف حسن شحاته امام الاهلي قلغي لكي يهدى درع الدوري الى النادي الاهلي طيب انت يا كابتل حسام رجعت ولغيت قرارك والهدف وكنت تقدر تحسبه انت عايز يعني تتكئ على اخطاء غيرك وتقول انا ماليش دعوة هو اللي حسبها اوفصيد ويبقى هو المسؤول عنها شوف ازاي انت ساعد قرارك وانت شايف كويس وعارف جدا انها ما فيهاش تسلل خالص وتقدر تخلي قرار حامل الرأي المشبوح هو والعدم سواء ليه يا كابتل ما تمسكتش برأيك وحسبت الهدف بالتأكيد لشيء في نفس يعقوب ودي بزره من بزور التعصب اللي زرحه الحكم وحامل الراية وطبعا انا بذكر امثلة لان فيه يا جماعة مئات الحالات التحكيمية غير المعقولة اللي كانت سبب رئيسي جدا في التعصب هتقول لي طب بتتعصب ليه هقولك ما انا لما لاقي النادي اللي انا بشجعه بيتسرق ما تقوليش انت متعصب ليه اسأل السؤال الصح وقول للي تسرق انت تسرق حقك ليه سرقت حقي انا ليه طيب نيجي على الصورة التالتة عشان احنا كمان ما نتعصبش ورمضان كريم احنا صايفين الصورة التالتة من صور التعصب غير الصورة اللي هنعرضها على التلفزيون هتبقى الصورة الرابعة الصورة التالتة لصور التعصب او الشكل التالت لاشكال التعصب هيكون عن الناقد والفنان الفنان الفنان عارفين يعني ايه الفن يعني القوة النعمة اللي كلنا بنحترمها وبنحبها الصورة التالتة دي هتكون التعصب الفني والنقدي تعالوا كده نشوف فنان كبير جدا كلنا بنحبه وانا شخصيا والله بعشاؤه هو مين هو نديم نديم مين نديم قلب الاسد قلب الاسد مين ده نبيل الحلفاوي هات ليلة صورة اشوف المخرج عظيم ازاي جاب ليلة صورة العظيم جدا حبيبي وحبيب قلبي والله الاستاذ نبيل الحلفاوي الاستاذ نبيل الحلفاوي بعض ما تش الاهل اللي فات معه الهلال السوداني كتب تويته على تويتر هو طبعا من حقه يكتب اللي هو عايزه على تويتر واحنا هنقرأ اللي هو كتبه ونشوف هل هو ليه حق في الكلام ده ولا لا كتب تويته بمناسبة مباراة الهلال السوداني زي ما قلنا والاهل المصري والتنافس على بطاقة التأهل في بطولة افريقيا اسمع كده قلب الاسد نديم نبيل الحلفاوي قال ايه بالنص احنا هنقرأ سان داولز وتاريخ تنافسنا معروف فاز علينا بنتيجة ثقيلة ولم تصدر منه قبل او بعد المباراة ولا من جمهوره اية اساءة ثم القطن وفزن عليه بنتيجة ثقيلة وايضا لم تحدث مشكلة وانتهت المباراة بكل روح رياضية لحد الوقت التويتر رائع جدا لكن شوف بقيتها لماذا والكلام للحلفاوي لماذا مع الشقيق اللي هو يقصد الهلال السوداني ايه عم اللي حصل نفاجأ بمستنقع من الاساءات والتجاوزات خلي بالكم الالفاظ دا نبيل الحلفاوي مش انا هو اللي بيقول لماذا مع الشقيق ويقصد الهلال السوداني لماذا نفاجأ بمستنقع من الاساءات والتجاوزات قبل وبعد المباراة شيء مؤسف هو برضو اللي بيقول كلمة شيء مؤسف تيه مش انا انا قريت التويتر قلت سبحان الله طب ما تيجوا يا جماعة عشان ما نبقاش ظلمين نشوف كلام الاستاذ نبيل الحلفاوي ده استند لايه يمكن يكون عنده حق انا معايا الحقيقة تصريحين رسميين للاخوة السودانيين هنقرأ كده التصريح الاول وده كان بعد تعادل الاهلي مع صندوينز واحياء فرصة المنافسة للاهلي المفروض ان هناك النفوس تكون شيء طيب يبقى زعلانين جدا طيب التصريح ده بيقول ايه قال محمد ابراهيم العليقي نائب رئيس تحرير الهلال السوداني ومدير القطاع الرياضي بالنادي في تصريحات لموقع ناديه بيقول ايه خلي بالكم الكلام عشان احنا عايزين ندور فين المستنقع وفين الاساءات وفين التجاوزات بيقول ناتقوا في قدرات لاعب الفريق في التأهل الى الدور القادم من مسابقة دوري ابطال افريقيا مشيرا الى ان الجهاز الفني قادر على صناعة الفارق في المباراة القادمة امام النادي الاهلي مؤكدا ان كافة العناصر ستقوم ببذل اقصى جهد من اجل الفوز والعبور الى الدور القادم من المسابقة وان التأهل سيكون من نصيب النادي جميل طب فيه تصريح تاني يمكن يقصده نبيل الحلفاوي التصريح التاني وده كان بعد فوز الهلال على الاهلي في المباراة الاولى بينهم واحد صفر اكد الفاضل التوم الرجل اللي صرح اسمه الفاضل التوم اكد الفاضل التوم مساعد رئيس نادي الهلال السوداني في تصريحات تلفزيونية ان ما يفعله مسؤول الاهلي خلال الساعات الماضية من تقديم شكاوى ضد الهلال لدى الاتحاد الافريقي ما هي الا محاولات لامتصاص غضب جماهير الاهلي التي ابدت استياءها من هزيمة المارد الاحمر امام الهلال السوداني بهدف مقابل لا شيء للمرة الاولى منذ عام 2007 مشيرا الى ان الهلال استحق الفوز على الاهلي وخاصة في الشوط الثاني للمباراة الذي شهد تفوقا من جانب لاعب الهلال على المستوى الفني والبدني بالله عليكم يا ناس يا جماعة يا ايها المشاهدون الكرام بغض النظر عن انتماءاتكم الرياضية في حد يا جماعة يقدر يطلع لي اي اساءة للاهلي في الكلام ده طبعا مفيش ولو في اي اساءة انا اول واحدة يرفضهم مش اقبلها طبعا مفيش اي اساءة الله امال ليه نديم قلب الاسد لبس عبيت معل جنون وقال اللي قاله فن مستنقع الاساءات والتجاوزات ده يا فنان هنا مش هتسمع جملت كلام اخوك الكبير يصير يا حسنين هنا نعرض الحق الحق وبس يا فنان الحقيقة ما شفناش اي اساءات انا اربأ بالفن اربأ بك ايتها القوة الناعمة ان تنزلقي الى هذا الحد من التعصب بعد الصورة دي هنشوف صورة الناقد الرياضي طب تعالوا كمان واسمعوا الاخ خالد بيومي الاخ خالد بيومي محلل في القنوات الرياضية بيقول ايه في تغريدة في نفس الموضوع بيقول امس دي كانت بعد مباراة الهلال وصندونز اللي اتعدلوا فيها واحد واحد واحيت اه مباراة الاهلي القادمة انه يبقى له فرصة في التأهل يعني بيقول امس كانت مباراة الهلال وصندونز التي فعل فيها الفريق الجنوب افريقي كل شيء حتى يصعد بالهلال وليخرج الاهلي بعبع ومرعب افريقيا ارادة الله ودعاء الجماهير الاهلوية كانت ضد رغبة سندونز قريبا سيكون الرد لعدالة السماء في ملعب كل افريقيا تخشاه هو استاذ القاهرة الدولي يا اخ خالد هو سندونز لو عايز يقصي الاهلي من البطولة كان مسجلش هدف في الهلال وكان على الاقل ما خلاش الحارس بتاعه يصد ضربة جزاء للهلال في الوقت الضايع وهي دي الصدة يا اخ خالد اللي صعدت بالاهلي للمنافسة يبقى ازاي سندونز كان عايز يقصي الاهلي يا جماعة التعصب ده مشكلة كبيرة جدا الاخ خالد من الاخر كده عايز يجامل الاهلي بكلمتين بس للأسف يعني ملقاش حاجة يقولها غير التهجم على الفريق الاخر وده كانت نتيجته والله مش كويسة وهنا هقوله ادعي معايا يا اخ خالد وقول اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ان كنت دعيت يا سيد خالد خلاص ان ما كنتش دعيت فارجوك قل امين انت راجل محسوب على الناد الاسماعيلي جماهير الهلال كلها دلوقتي عملا تشتب في اسماع الله وفي الاسماعيلي فاكرين ان التصريح ده من الناد الاسماعيلي اما عن صعود الاهل يا سيد للمنافسة وحكاية عدلت السماء فتعال اقول لك حاجة يا اخ خالد اولا الاهل اساسا بيشارك في البطولة دي بغير وجه حق ان ما كنتش تعرف اعرف ان كنت عارف وخايف تقول لا احنا ما بنخافش وبنقول الاهل يشارك في بطولة افريقيا يا جماعة بغير وجه حق ليه لانه كان تالت الدوري المصري وما كانش حامل لقب افريقيا واللي بيشارك في البطولة دي واحد من ثلاثة يا اما حامل اللقب يعني اللي خد البطولة اللي فاتت يا اما واخد لقب بطولة الدوري بتاع بلده يا اما هو الوصيف الاهلي لكان حامل اللقب ولا كان بطل الدوري ولا كان الوصيف ده كان تالت الدوري اما ده كان حق مين كان حق نادي بيراميدز طب وبعدين ايه اللي حصل اسأل اتحاد الكورة اتحاد الكورة هو اللي رشح الاهلي بدل بيراميدز لكي يخوض من نفس بطولة افريقيا لديها بطال الدوري وقال لبيراميدز روح يلعب في بطولة تانية ليه كده ليه كده ليه بقول ليه النادي الهلال اضع ضربة جزاء في مباراته مع الاهلي ولو كانت سجلت لكان موقف الاهلي الان في منتهى الصعوبة كتا تبقى 2-0 يبقى الاهلي محتاج اسكور عشان يعديه ثانيا الهلال كمان اضع ضربة جزاء في مباراته مع سان داونز في الوقت بدل الضائع من المباراة يعني يسجلها والماتش يخلص والاهلي برا كانت كفيلة بقاء الاهلي خارج البطولة وانت تقول لعدلت السماء عدلت السماء دا كل دي راجل اهداءات من السماء ولكن ارادة الله كانت لها رأي اخر وهنا لا نملك الا ان نذكر قول الله تعالى عز وجل سبحان الذي سبحان من يحيي العظامة وهي رمين نيجي بقى للصورة الرابعة نيجي دخلين على الختام والصورة الرابعة والاخيرة هي التعصب حينما يأتي التعصب من المسؤول الصورة دي يا جماعة هيكون فيها برضو سلب حق فيها ايه فيها سلب حق انا هفكركم ببطولة الدوري سنة الفين وتسعة حصل ايه حصل ان كان الاسماعيلي متصدر الدوري وفايز عن الاهلي بفارق تلات نقاط والاهلي عنده مباراة اخيرة مع طلاع الجيش طيب حصل ايه في المباراة دي اللي حصل ان كانت مباراة الاهلي وطلاع الجيش تنتهي بنتيجة التعادل بدون اهداف فراحل حكم محمد كمان ريشة احتسب ضربة جزاء في نهاية المباراة ما انزل الله بها من سلطان لكي يهدي النادي الاهلي ثلاث نقاط غير مستحقة فيتساوى في عدد النقاط مع النادي الاسماعيلي وكده هنعمل ما بينهم مباراة فاصلة الاسماعيلي ايامها اشتكى وطالب اتحاد الكرة بتجريد الاهلي من البطولة واعطاها للنادي الاسماعيلي لان فيه ظلم خطير وقع عليه لكن اتحاد الكرة طبعا لم يستمع الاسماعيلي فضل يشتكي ويطالب لحد 2015 معقولة او الله من 2009 البطولة ضاعت لحد 2015 طب ايه اللي حصل في 2015 في 2015 ابو تريكا في احد البرامج الرياضية اعترف وقال في المباراة بتاعتنا بتاع طلاعي الجيش لما كنا بالنافس الاسماعيلي انا مسلت ضربة جزاء وريشة مسدق وراح حاسبها ده بتعبير بتعبير محمد ابو تريكا انا مسلت ضربة جزاء وريشة مسدق وراح حاسبها طيب راح الاسماعيلي رافع شكوى تانية باعتبار ان اصبح معاه مستند باعتراف اللاعب ان نمثل ضربة الجزاء وان الحكم هو راخر راح حاسبها ما صدق يلاقي اي حد يقعد ديوله ضربة جزاء لكن طبعا بتقول لي مين البطولة دخلت دولاب الاهلي واللي بيدخل دولاب الاهلي ما بيطلعش يا بوي طب ليه حكاية المسئول ده المسئول ده في رمضان زي النهاردة زي السنة دي في 2009 كل سنة وحضراتكم بالف خير ايه اللى حصل اه الكابتن احمد شوبير المعلق الرياضي الشهير ومحلل البرامج استضاف الكابتن سامير زاهر وكان ايامها رحمة الله عليه الكابتن سامير زاهر رئيس اتحاد القرى المصري رئيس اتحاد الك cidade الكرى المصري اللي معانا صرته على الشاشة رحمة الله عليه فالكابتن احمد شبير بيدردش معاه وبيقول له يا كابتن سمير بصراحة كده الدوري السنة دي كان بتاع الاسماعيل فجأة وبقدرة قادر احنا لقينا في النهاية الدوري راح الجزيرة هو يا كابتن سمير فيه سياسة في الكرة ام الكابتن سمير زاهر قال ايه بصراحة ايوة راح شبير اندهش قال يعني شبير مش ياخد باله او ربما واخد باله حاب يورط الرجل في تصريح الله واعلم بالنوايا قال له بصراحة ايوة فيه سياسة في الكرة قال له ازاي يا كابتن قال له ما هو لما الاسماعيلي ياخد الدوري يبقى الاسماعيلية هتفرح ولما الاهل ياخد الدوري مصر كلها هتفرح كده احنا عرفنا اربع صور من صور التعصب وان شاء الله في حلقات قادمة هنقول لصور اخرى على امل ان احنا ننهي هذا الكلام من الرياضة المصرية ونخلي نفوس الناس كلها كويسة احنا وصلنا لختام الحلقة وان شاء الله هيظهر لكم من المخرج العظيم الواتس اللي على الشاشة التي بعتولي عليه اراءكم ومقترحاتكم وكمان الايميل واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة